يا أهلين وسهلين بكل الغوالي متابعين الأعزاء متابعين قناة كول في الفيديو تابعنا لليوم رح نعرض لكم طريقة زراعة بذور اللوز في المنزل بطريقة سهلة بسيطة مضمونة في البداية يمكنكم زراعة أي نوع من أنواع اللوز سواء كانت اللوزيات مثلا من اللوز المر لوز حلو هذه الطريقة اللي أنا باتبعها الآن لجميع أنواع اللوزيات للعلم مش بس اللوز يعني يعني ممكن للمش مش للخوخ للدراق للسانتروزا اللي هو كل هذه الأنواع يمكنكم شراء هذه البذور من الحوانيت من البقالة من محلات العطارة محلات البذور أي أن كان يمكن أنه تجيبها بقشورها تكسر القشرة هذه وتطلع اللوب هاي البذور اللي عندنا راح نقوم بزراعتها لاحظوا هذه بذور لوزمر بلدي عادي يعني أنا بنصح للعلم بزراعة بذور اللوز المر ليش لأنه بكون عندي أساس لأي شجرة أنا بدي إياها بطاعمها عليها تقريبا لما يصير عمر الشجرة سنتين هذه البذور يمكنكم زراعة القيام بهذه الزراعة تقريبا من منتصف فصل الشتاء وطيلة فصل الربيع هذا أفضل وقت أفضل إشي أفضل إشي اللي هو بشهر اثنين يعني تقريبا مع نهاية فصل الشتاء خلينا نحكي هذا الوقت المثالي بجيب طبعا إصيس بأي شيء إصيس موجود عندك بضع فيه تربة التربة تكون عندي خفيفة ممكن بتمس لوحده أي تربة عندك برضو يعني إزرع ولكن ما تزرع بتربة طينية كلها أو تكون التربة كلها رملية لا حاول أعمل لك خلط التربة حط فيها بتمس هذا الإصيس مثقب من الأسفل عند الثقوب للتهوية لتصريف الماء الزائد الآن باجي بهذه البذور بدأ أزرع هنا خلينا أزرع أربع بذور بكفي باجي للبذرة هاي البذرة اللي عندي بغرزها بالتربة تقريبا اثنين سانطي بهذا الشكل هاي وحدة بذرة ثانية يبعد مسافة هي قليلة هاي الآن زرعناها الآن برشها بالماء برويها بحاول أرطب كل التربة الرية الأولى تكون رية تقريبا متوسطة أنه أنا أشبع التربي لا هي بزيادة ولا هي أقل يعني هيك أنا تقريبا رطبت كل التربة بدياك الآن أجيب سلوفان ورق ألمنيوم هذا ورق ألمنيوم بغطي هذه الشكلة بهذه الشكلة هذه العملية بسموها عملية تحضين أنا بعمل عملية تحضين لهذه البذور للعلم هذا السلوفان بيظلوا على هذا القصيص تقريبا أسبوعين هذه البذور بتحتاج مني بمتوسط أربعة أسابيع لبداية الإنبات اللي بيحكي لك أنه بعد أسبوع لا هذه بتحتاج مني أربعة أسابيع لبداية الإنبات أول ما تبدأ الشكلة بالإنبات بتلاحظ فيها نمو كتير منيح ولكن هذا بدي يبقى عندي لمدة أسبوعين هيك أنا بعمل عملية تهيئة وتدفئة تهيئة الظروف لنمو هذه البذور نمو جيد بضع هذه الأشتال بمنطقة درجة حرارة متوسطة لما أشيل الغطاء الغطاء هذا بعد أسبوعين طبعا راح أشيله لما أشيل هذا الغطاء بضعها بمنطقة مثلا دافئة جيدة الإضاءة ممكن على البلكونات ممكن في المطبخ إذا كان عندك إضاءته جيدة إذا كان عندك محمية بلاستيكية بضعها فيها بيكون ممتاز جدا لزراعتها قوموا الآن بزراعة هذه الأشتال وطبعا خليكم معنا راح أرضي لكم طبعا النتائج بعد نمو هذه البذور ابقوا معنا وتابعونا والآن نرجعنا لكم أصدقائي بعد مرور ثلاث شهور على زراعة بذور اللوز وها هي النتائج لدينا ها هي زراعتنا طبعا زراعنا إحنا أربع بذرات أو أربع لوزات الحمد لله رب العالمين طلع عنا ثلاث شتلات يعني واحدة بس اللي أخفقت عنا أمن الثلاثة يعني نجحن الآن بدنا نقوم بتفريدهم كل شتلة من هذه الأشتال لوحدها في إصيص لوحدها حتى تنمو عنا بطريقة الجيدة الممتازة خلينا نعرض لكم أيضا جذورها بتلاحظوا هون لاحظوا هون هذه هي حبات اللوز لاحظوا كيف بتكون تفرجوا هون يعني سبحان الله الخالق فالقوا الحب والنوى انظروا كيف الآن نعرض لكم إياها وبدنا كمان نفردها كل شتلة من هذه الأشتال لوحدها لاحظوا الجذور الآن بشيل إحدى هذه الشتلات كل شتلة لوحدها وبقوم بزراعتها خلينا بس أعرض لكم إياها طبعا هيك أنا بقوم بزراعتها مباشرة ولكن أنا بحب هيك أفرجيكوا شوي هيك الجذور وبعاود زراعتها ولكن إذا أنت بدك تزرع في البيت زي ما هي هيك بقوم بقسمها هذه الكتلة كلها بقوم بزراعتها انظروا وهي عندي كمان شتلة خلينا أزرع هاي طبعا يفضل تكون التربة تربة خفيفة في الوسط طريقة سهلة جدا وبضع هذه النبتة بنفس المستوى تقريبا بتكون عندي بواسطها وأصبحت عندي شتلة لوز طبعا عشان أسرع من عملية الإثمار هذه هيك ممكن يعني تحتاج مني تقريبا متوسط خمس سنوات لبداية الإثمار إذا أنا بدي أعجل من موضوع الإثمار لهذه الشتلات بقوم بتطعيمها من أي صنف أنا بدي أياه أي صنف من اللوزيات بإمكاني تطعيمها على عمر سنتين لأنا أقوم بريها بضعها الآن بمنطقة شبه مضللة أو بصلها شمسم غربلة بعد هيك تقريبا بضعها في هذه المنطقة تقريبا شهر بعد هيك بنقلها لمنطقة مشمسة هاي زراعتنا يعني حتى كمان عجبني هذا المشهد لاحظوا هذا المشهد لاحظوا البذرة يلا بدنا الكل الآن يجيب بذور لوز ويقوم بزرعتها في المنزل ودائما نتمنى لكم كل التوفيق ولكم منا كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا